تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف ومحافظ كفر الشيخ علاء عبدالمعطي مدرستين إحدهما للتعليم الأساسي والأخرى للغات بالمحافظة واطمئن الوزير خلال الزيارة على انتظام العملية التعليمية في مدرسة التعليم الأساسي والتي تضم ألفا وأربعين طالبا وتفقد صفوف رياض الأطفال والابتدائي كما أثنى الوزير على مستوى الالتزام والكثافة الطلابية في مدرسة اللغات والتي تضم ستمائة وأربعة وعشرين طالبا